اشتركوا في القناة كتلوج يبين لك طريقة الاستخدام فالذي خلق الإنسان هو الذي أنزل هذا الكتاب ليبين لإنسان الخطى والطريق الذي ينبغي أن يسرك ولن نستهي أمامهم من أرض في أيام جهلها أن نقر أن هذا من شريعته وأن نذكر الغافلين الجهلة من أبناء أمة الذين ساروا في ركاب القوم أن القوم اليوم يعترفون بهذا الإعجاز في هذه الآية بالإعجاز في هذه الآية فإن من النساء أصناف ثلاث لا يمكن أن تستقيم الحياة معها إلا بالضرب واضربوهن في هذه لا يعجاز أن أصناف ثلاثة من النساء لا يمكن أن يعيش معها رجل إلا والعصر على عاتقي المرأة الأولى فتاة الرب يدعى لها يطلب منها أن تذهب للمدرسة فلو تنع يضربوهن كلي لا أريد يضربوهن هكذا اعتادت على الضرب تربت على هذا فنسأل الله أن يعين زوجها عليها بعد ذلك ولم يستقيم معها إلا إذا كان ضربا للنساء والمرأة الثانية امرأة متعارية مترفع على زوجها لا تحسب له حساب هذه أيضا لا تستقيم إلا بالعصر والمرأة الثالثة امرأة فيها انحراس لا تقسنع بقوة رجلها إلا إذا قهرها وإلا إذا ضربها وإلا إذا انتصر عليها عضليا وهدمها بصوته